وللمتابعة يلتحق بنا من واشنطن المحلل السياسي الدكتور إيهاب عباس أهلا بك دكتور إيهاب أن نستطيع القول بأن عقوبات أمريكا التي وجه بها ترامب اليوم على البنك المركز الإيراني هي صفعة جديدة خاصة وأن ترامب يقول أن الوضع الاقتصاد الإيراني تقريبا أفلس أهلا بحضرتك أستاذ بدر وأهلا بكل مشاهدي قناة الإخبارية السعودية يعني هذه خطوة جديدة في نعش الإدارة الإيرانية أو النظام الإيراني القبع في طهران حاليا في طريق ردعه بصورة اقتصادية تضييق الخناقة الاقتصادية من الولايات المتحدة الأمريكية في خطوات متتابعة بفرض العقوبات المتتالية على النظام وأزنابه وأتباعه في كل الدول المجاورة والتي يمارس فيها النظام الإيراني إرهابه سواء الأيدولوجي أو العسكري هذه هي الخطوات التي تأمل إدارة الرئيس دونالد ترامب في الوضع الحالي الذي تعاني فيه من وجود حلفاء قوي أقوياء لواشنطن في أوروبا هذا هو الوضع الذي تلعب عليه الولايات المتحدة الأمريكية وترغب في أن يستمر ويأتي أكله خلال الفترة القادمة خاصة وأن الدربات العسكرية فيما يبدو من الناحية الاستراتيجية حتى الآن لم تأخذ فيها الولايات المتحدة الأمريكية قرارا حاسما رغبة منها في تجييش الدول العالمية ووضع الإيرانيين في موقف من خلاله تستطيع أن تضغط عليهم عسكريا وبالتالي الضغوط الاقتصادية والعقوبات الاقتصادية التي فردت من الولايات المتحدة اليوم وكما أعلنها رئيس دونالد ترامب وسيد منوشن وزير الخزانة الأمريكي كل هذه العقوبات من شأنها أن تزيد في الواقع من فرص هذه المرة سأقولها صراحة سقوط هذا النظام الجائر المتغطرس القابع في طهران خاصة وأن الوقت ليس في صالح في الواقع الأطراف الأخرى الداعية للسلام والأمن في المنطقة لأن إيران كلما زاد الوقت بالنسبة لها بدون التوصل الاتفاق نووي جديد أو بردعها بصورة عسكرية كلما كانت أقرب من تخصيب البلوتونيوم الذي يؤهل لامتلاك أسلحة نووية وباليستية باعتقادك ما مدى الوجع الذي تعاني إيران حاليا بعد فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني وفي لقى القدس بالإضافة إلى حزب الله الإرهابي فضلا عن ميليشيا الحوثية الإرهابية كيف ستنعكس سلبا على أدرعها باعتقادك هي بالفعل تنعكس سلبا وبدأت تأتي ثمارها في الواقع إذا ما تابعنا التصريحات التي خرجت من أمين حزب الله حسن نصر الله عندما أكد أنه لا يستطيع أن يقوم بدفع رواتب أعضاء الحزب وطالبه بجمع التبرعات للحزب هناك معاناة مالية كبيرة أيضا يعاني منها الحرس الثوري بسبب العقوبات التي فرضت على قياداته وأيضا التي فرضت على قياداته المتعلقة بفيلق القدس العام الخارج الحدود الإيرانية وكذلك كل رعاة الإرهاب سواء كانوا داخل إيران أو خارج إيران كلهم يعانون الآن بسبب ضيق ذات الحال بالإضافة إلى أن الشعب الإيراني المسكين وأقول هنا المسكين وأعنيها تماما هو يقبع تحت حكم جائر ووصل الريال الإيراني إلى أكثر أو فقد أكثر مما يقرب من 70 أو 80% من قيمته كما وصلت أيضا قيمة أو الدرجات البطالة إلى أكثر من 40% شعب يعاني تحت نظام متغطرس سيسقط إذا ما استمر في هذا التوجه نعم دعني أستثمر وجودك أيضا سموء نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان يؤكد بأن نظام تهران يدعي أنه يحمل مستضعفين ويتغطى بشكل رخيص وجباب المستضعفين لحماية بقائه وأمنه ما أهمية هذه التصريحات خاصة في هكذا توقيت؟ هي تصريحات مهمة لدول العالم أجمع وليس للمنطقة العربية ولا منطقة الشرق الأوسط فقط نحن جميعا نعلم كيف يتعامل الشعب أو النظام الإيراني وكيف يتعامل مع شعبه وأيضا مع شعبه الموجود خارج الحدود الإيرانية ومع بقية شعوب العالم لكن للأسف الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة ربما في دول شرق آسيا في أستراليا إلى آخره لا يعلمون مدى تغطرس هذا النظام وعن جهيته في التعامل وأيضا بالتالي نحتاج في هذه الفترة إلى الأصوات الدبلوماسية القوية التي تستطيع أن تنقل هذه الصورة بشكل واضح وصريح لكل دول العالم عندما تصدر من السيد نائب ولي العهد بهذه الصورة فهذا أمر يوضح إلى أي مدى من الممكن أن تستثمر هذه التصريحات في إطار تعريف العالم أجمع بحقيقة هذا النظام الذي كما ذكرت حضرتك أستاذ بدر يتغطى بالبسطاء والفقراء ما الذي نفهمه حينما يقول الحوثي بأنه سوف يوقف إطلاق القذائف والطائرات المسيرة باتجاه المملكة ما الذي يعني ذلك وماذا نتوقع خلال المرحلة المقبلة يعني ربما تفهم في إطار من اثنين الإطار الأول أنها حركة استراتيجية تكتيكية نوعية لتخفيف حدة الضغوط والتصريحات المضادة لإيران واتهامها بأنها تمول العملاء وتمول الإرهابيين إلى آخره الخطوة الأخرى هل هي مناورة جديدة من إيران باعتقادك دكتور إيها؟ نعم يعني نعم إذا ما تتبعنا السلوك الإيراني في المنطقة خلال الفترة الماضية القصيرة سنعلم أنها تأتي في إطار المناورات تقوم حركة إرهابية ذراع إرهابي تابع لإيران بتوجيه ضربات إلى المدنيين والآمنين في المملكة العربية السعودية ومن ثم تخرج إيران لتنكر أنها تقف وراء هذه الضربات فربما تكون في إطار العمليات المناوراتية أو ربما تكون في إطار يعني التصريح ببداية الشعور بالألم نتيجة الضربات والضغوطات الاقتصادية التي بدأت تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية منذ ما يقرب من عام على النظام الإيراني أشكرك إذا كان معنا من واشنطن المحلل السياسي الدكتور إيهاب عباس شكرا جزيلا لك